معنا أستاذ محمد من اليوبية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاكا دكتور الحمد لله إزاكا أستاذ محمد الحمد لله بخير هل النذر ممكن لما توفاش يتعب صاحب النذر ده؟ حلو السؤال ده إذا كان الإنسان نذر نذرا ثم بعد ذلك لم يستطع أن يوفي بالنذر ده ممكن يضره في بركة رزق أو يضره في أحواله ماذا هو ده السؤال؟ لو هو مش قادر يوفيه آه ده السؤال؟ آه بالضبط يعني لو مش قادر يوفي النذر لا إن شاء الله لأ يعني الذي عليه العلماء بأن دوت لا يضره مدام هو ما كانش بيتلاعب وما كانش بيعصى الله سبحانه وتعالى بهذا النذر بخلاص النذر دوت إن شاء الله ولكن أهو نحن لسه في الآية اليوم النهاردة لا يكلف الله نفسا إلا وسعه هو ما قدرش يوفي بالنذر فإيه تغيرت عليه الأحوال إيه اللي يحصل؟ إن شاء الله ويعفو عن كثير ولكن هو إيه اللي يحصل؟ يطعم عشرة مساكين توفية وقياما بواجبي أنه يقول لله سبحانه وتعالى أنه يمتسر لأمره وأنه ما أخرف هذا النذر لأنه يريد أن يتلاعب بل إنه بيحاول بقدر الإمكان أنه يوفي ده فما قدرش يوفيه فإنه يتعامل معه كحنس اليمين فيبقى على طول يطعم عشرة مساكين موسيقى